اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم في قاع البحر مع دولفن صغير اسمه سنو واللي كان بيلعب مع سمكة صغيرة وبيحب ان هو ياخد نفسه فبيوصل لسطح البحر ولكن لما بيرجع مرة تانية بيلاقي ان السمكة اللي كان بيلعب معاها مش موجودة فبيفضل يدور عليها في كل مكان لحد ما بيلاقي كهف وخارج منه ضوء اخضر وبيجري على الضوء ده علشان يشوف هو فيه ايه بالزبط ولكن فجأة بيظهر قدامه اخطبوت ضخم وبيطلب منه انهم ما يلعبوا مع بعض ولكن سنو بيرفض لانه بيكون عاوز يطلع للسطح علشان يتنفس وبيفضل الاخطبوت يمسك فيه بدرعاته علشان ما يسيبوش ويمشي ولكن سنو بيفضل ينادي على والدته علشان تنقذه وبالفعل بتسمع والدته صوته وبتوصل للمكان وبتنقذه وبيهرب الاخطبوت من المكان بيمشي بعد كده مع والدته وبيفضل يحكي له عن كل اللي حصل مع الاخطبوت وهنا بتطلب منه والدته انه هو ما يلعبش في المنطقة اللي قريبة من الكهف ده مرة تانية بيظهر بعدها الاخطبوت اللي بيرمي عليهم قطع من الخشب وبتحاول والدة سنو انها تهرب طبعا من الخشب ده ولكنها مش بتقدر وبتتحشر في واحدة منهم اما سنو فبيقدر انه يهرب من الخشب اللي كان بيترمي عليهم بيحاول سنو بعد كده انه هو يساعد والدته ولكنه بيكون محتاج انه هو يقرب من السطح علشان يقدر يتنفس وفعلا بيطلع لسطح المية ولكن بيقابلوا الاخطبوت في الطريق وبيمنعوا انه هو يوصل للسطح علشان يتنفس ولكن فجأة بتقع حاجة تقيل على الاخطبوت وبتكون هي السبب ان والدة سنو تتحرر مرة تانية من الخشب بيرجع سنو بقى الوالدته مرة تانية ولكنه بيكون معايا طفل صغير وبنعرف ان الجسم الضخم اللي وقع في المية كان طيارة وان الطفل الصغير ده كان جنب الطيارة دي بتاخد والدة سنو بقى الطفل للسطح علشان يقدر انه هو يتنفس وبيروحوا بعدها لمجلس ادارة المحيط وبيحكي سنو لكل الاسماك ازاي لقى الولد الصغير وبيطلب منهم انه هو يحتفظ بالطفل ده علشان يربيه ويلعب معاه كمان وفعلا بتوافق رئيسة المجلس على الفكرة دي بنشوف سنو وهو بيعلم الطفل ازاي يعيش في المية وانه هو لازم يطلع لسطح المية علشان يتنفس باستمرار الطفل وهو مستغرب وده لان شكله مختلف طبعا عن كل الحيوانات اللي موجودة حواليه بيروح الطفل لسنو وبيسأله عن السبب وهنا بيقول له سنو انه مش من حيوانات البحر اساسا وانه لقاه جنب الطيارة اللي واعت من فترة كبيرة وغرق كل اللي فيها بيتصدم الطفل طبعا من كلام سنو وبيطلب منه انه هو ياخده للمكان اللي واعت فيه الطيارة وبيكون هو المكان اللي والدته كانت حذرته انه يلعب فيه مرة تانية بيوصلوا فعلا للطيارة وبيفتحوا الباب وساعتها بيتحرر الاخطبوت من غير ما يعرفه بيلاقوا جوا الطيارة سلسلة وبيكون عليها صورة والدة الطفل وبيبسط الطفل بيها جدا وبيعلق فرقابته وبيفضلوا بقى يلعبوا في المكان لحد ما بياخدوا سنو على ظهره وبيخرج بيه من المياه وساعتها بيشوفهم الصياد اللي كان قريب من المكان بتعرف والدة سنو انه هم راحوا للمكان اللي كان فيه الطيارة وبتزعل طبعا منهم جدا ولكن بيقطحها الطفل اللي بيكون متدايق لانها خبت عنه الحقيقة طول الفترة اللي فاتت وبيسيبهم وبيمشي بيروح سنو معاه وبيروحوا على مكان الطيارة ولكن بتلحقهم والدة سنو وبتقولهم انه هم لازم يمشوا من المكان لانه خطر وبتوعد الطفل انها هتدور على اي حاجة جوا الطيارة علشان تساعده انه هو يرجع لأهله مرة تانية بتدخل والدة سنو جوا الطيارة فعلا ولكن فجأة بيظهر الاخطابوت اللي بيقدر ان هو يحبسها جوا الطيارة وبيحاول الطفل ان هو يساعدها ولكنه ما بيقدرش وبيجي سنو وبياخده بسرعة لسطح المية علشان يقدر ان هو يتنفس بيروحوا بعدها لمجلس ادارة الحيوانات البحرية وبيحكلهم على اللي حصل ده ولكن الاسماك بتهاجمهم لانهم وصلوا للمنطقة المحزورة وكمان لانهم خرجوا من المية والصياد قدر ان هو يشوفهم وبنعرف بعد كده ان الاخطابوت كان عايش طول الفترة اللي فاتت جوا الطيارة وان هو كان بيتغزى على العوالق بتاعة الشعاب المرجانية لحد ما بقى ضخم جدا وبنشوفه وهو بيهجم على باقي الاسماك اللي موجودة في البحر بيجي فجأة الصياد للمكان وبيرمي شبكة كبيرة في نفس الوقت اللي كان بيحاول سنو مع الطفل ان هما يهربوا من الاخطابوت وبيدخلوا في شبكة الصياد بياخد الصياد الطفل لصياد تاني اسمه كابتن ميرو واللي بيعرف والدة الطفل لما بيشوف صورتها اللي كانت في السلسلة اللي لابسها بيفوه الطفل وبيفضل يجري علشان يدور على سنو وفعلا بيلاقيه مرمي على الشط وبيحزن جدا لانه بيكون فاكر انه هو مات ولكن بيفوه بعدها سنو وبيطمن الطفل انه هو كويس بيحاول الطفل انه هو يرجع سنو مرة تانية للمية وبيرجع كابتن ميرو وبيساعدهم فعلا انهم ما يعني يرجعوا للمية وبيكون الطفل على وشك انه هو يرجع مع سنو ولكن بيوقفوا كابتن ميرو وبيقولوا انه يقدر يرجعوا لولدته الحقيقية وساعتها بيودع الطفل سنو وبيقرر انه هو يرجع لولدته بنعرف بعدها انه هما لازم يكون معاهم مركب كبير علشان يقدروا انه هما يرجعوا لبيت الطفل مرة تانية ولانهم ما كانش معاهم اي فلوس يشتروا الشراع الكبير ده فبيقرر كابتن ميرو انه هما يشتركوا في مسابقة الغطس وبيوعد الطفل انه هما لو قدروا يكسبوا في المسابقة ويفوزوا بالجيزة ساعتها هيقدروا يشتروا المركب اللي هيقدروا به انه هما يرجعوا لبلدهم مرة تانية بيظهر بعدها سنو وبيطلب منه الطفل انه هو يساعدهم في المسابقة علشان يقدر يرجع لأهله وبيوافق سنو انه هو يساعدهم فعلا بيجي يوم المسابقة بالفعل اللي بتكون عبارة عن انهم يصطادوا قواقع من قاع البحر وبينزل سنو مع الطفل وبيقدروا انه هما يجمعوا كمية كبيرة جدا من القواقع وبيانبهر كابتن ميرو لما بيشوف القواقع دي كلها لان بيكون ما بينها لقالق قيمة جدا وبيقول للطفل انه هما مش محتاجين اصلا انه هما يفوزوا بالمسابقة وانهما هيقدروا يشتروا المركب بتمن القالق دي ولكن فجأة بيظهر لهم قراصنة في البحر وبيقبضوا عليهم وبياخدوا منهم كل اللي قالق اللي معاهم بتكون عصابة القراصنة دي كلها ستات وبياخدوا ميرو والطفل للقائدة بتاعتهم واللي بتعرف القائد ميرو اصلا اول ما شافته وده لانه كان السبب في انهم يقبضوا على واحدة ست من فترة بعد ما قدر انه هو ينقذها واسنان ما كانوا بيتكلموا بيقدر الطفل ان هو يتحرك جوه الكهف اللي فيه العصابة ولكنه فجأة بيلاي والدته موجودة جوه بحيرة وبيتكون عيمة على وش المية بيكون الطفل مش فهم اي حاجة من اللي هو شايفها وبنرجع للقائدة مرة تانية اللي بتحكي قصة الطفل اللي باقي افراد القراصنة وبتقول ان الطيارة وقعت في المية بعد ما اصطدمت بمركب الكابتن ميرو وان والدة الطفل هي اللي سلمته للدولفن وان الكابتن لما لقاها في المية هو اللي جابها للمكان ده وان المية اللي والدة الطفل عيمة فيها دي هي مية سحرية وهي اللي بتخليها عايشة لحد دلوقتي بيظهر بعدها بقى العجوز وده صاحب المركب وبيقول لهم انه عنده الحل اللي يقدر يساعدها بيه وان علاج والدة الطفل موجود على الطيارة وكمان بيقول لهم ان هو كان بيدور على الطيارة من عشر سنين من وقت ما وقعت يعني وان الطفل ده مع الدولفن سنو هم بس اللي هيقدروا ان هم يساعدوهم ان هم يجيبوا العلاج من جوى الطيارة بطول زعيمة القراصنة وكمان الكابتن ميرو ان الطفل يعمل كده لانهم بيكونوا خايفين عليه من اي ضرر يحصل له جوى الطيارة ولكن بالليل بيخرج الطفل مع صاحب المكان في السر علشان يجيب علاج والدته من الطيارة وبيوصل فعلا للمكان وهناك بينزل الولد مع سنو وبيوصلوا لمكان الطيارة ولكنهم بيتفاجئوا لما بيلاوا ان الاخطبوت نشر الحبر السام بتاعه في كل مكان وده علشان يقدر ان هو يتحكم في باقي الاسماك الموجودة في البحر بيقدر الطفل ان هو يستخبى من تحت لتحت كده من الاخطبوت وبيدخل بشويش لجوى الطيارة وهناك بيقدر ان هو يلاقي العلاج لولدته بيخرج بعدها من المية وبيروح للعجوز اللي بنتفاجئ لما بنعرف ان هو كل ده كان بيجدب عليه وبياخد العلاج من الطفل وبيضربه وبيرميه في المية وبيقرر ان هو يسيبه ويمشي ولكن الطفل بيقدر ان هو ينقذ نفسه وبيهجم على الرجل العجوز اللي بنتفاجئ ان هو مش عجوز اصلا زي ما كان مبين وبيحكي للطفل عن حكايته مع والدته وبيقول له ان هو كان بيشتغل مع والدته على علاج معين كان بيكبر من حجم السمك ولكن التركيبة بتاعت العلاج ده اتغيرت وخلت السمك بقى عنيف بشكل مخيف جدا وان والدته لما اكتشفت كل ده قررت انها تتخلص من العلاج ده باي شكل وانها ركبت الطيارة علشان تروح لمكان بعيد وتتخلص منه بنعرف كمان ان الرجل العجوز كان السبب في انه يوقع الطيارة وده علشان يوصل للعلاج واسناء ما كان بيحكي الحكاية للطفل بنشوف العجوز وهو بيرمي المادة دي للاخطبوط وده علشان يكون اعناف واضخم وفعلا بنشوف الاخطبوط وهو بيكبر بشكل مخيف جدا وبيركب فوقه الرجل العجوز وبيهجم على الطفل الصغير ولكن سنوب بيدخل في الوقت المناسب وبيقدر انه هو يرجعه مرة تانية للجزيرة بيتأثر سنوب بالمادة اللي بيحطها الاخطبوط في المياه وبيكون على وشك انه يموت ولكن بتيجي زعيمة القراصنة وبتشربه من المياه اللي عايمة فيها ام الولد بيكتشفوا بعدها ان المياه دي كلها تحولت للون الاسود بسبب الاخطبوط وساعتها بتقرر زعيمة القراصنة انه هما يفتحوا المياه اللي فيها المصل علشان توصل لكل مكان في الجزيرة بيروح الطفل مع سنوب وبينزلوا المياه وده علشان يقدروا انه هما ينقذوا باية الاسماك اللي اتأثرت طبعا بحبر الاخطبوط السام ولكنهم فجأة بيقابلوا الرجل العجوز مرة تانية ومعاهي الاخطبوط وبيكونوا خلاص رايحين يدمروا المكان اللي فيه ام الطفل بيكتشف الطفل بعدها ان دموعه فيها نفس المصل اللي موجود في المياه اللي حوالين ممتو وبيجري بسرعة ناحية الاخطبوط وبيكون خطته ان الاخطبوط ده يكله بتنجح خطته فعلا وبياكلوا الاخطبوط وساعتها كل حاجة بترجع لطبعتها مرة تانية لان الاخطبوط شرب من المصل وبيظهر الطفل بعدها على سطح المياه وبيجري عليه سنو وبيقدر انه هو ينقذه وبترجع الحياة في البحر لطبعتها مرة تانية بس كده لحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا وكمان الحلقة بتاعتنا نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام